فل والسعادة على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان يسعد صباحكم جميعا بكل الخير نهاردة بتجدد لقاءنا مع حضراتكم في صباح جديد وفقرات دايما مختلفة ومتنوعة من صباح البلد نهاردة 3 سبع يونيو 2022 سبعة درقاعدة 1443 هجرية مقدر شقول أي حاجة تعني قبل بقول صباح الفل والياسمين عليك يا ليل صباح الفل عليك يا هندي يوم الجميل يا رب كلنا يا رب ويوم جميل لكل سيدة المشاهدين حلقة جديدة من صباح البلد معنا فقرات كتيرة متنوعة إن شاء الله تعجب حضراتكم بس خلوني كده سريعا أفكر حضراتكم بصفحتنا الرسمية على الفيسبوك اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشة نتكلم عن إيه يا هندي نتكلم عن ملفات كتيرة فضلت لسنين طويلة يعني هد من غير اهتمام ودلوقتي بقى فيه اهتمام كبير جدا وملحوظ بيها الحقيقة مصر دايما بتحاول توصل فيه كتير من الملفات لأفضل حاجة ممكنة بحيث إن احنا ما نقلش أبدا عن أفضل بلدان العالم المتقدمة بتكلم بقى على فكرة في القطاعات المختلفة لكن خلينا النهاردة نتكلم ونخص قطاع الصحة في مصر اللي حظى لأول مرة باهتمام تاريخي ما سبقش ليه مسيل من قبل ثورة 30 يونيو أطلقت الدولة المصرية وبرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من الخدمات الصحية العاجلة ده لسد الفجوة في الخدمات اللي وجهت يعني هنقول للأسف الشديد نقص وتدني للمستوى لسنين طويلة جدا الملف ده تحديدا اشتغلت فيه الدولة على محورين الأول كان إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها علشان تواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق معنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والمحور التاني هو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية علشان نصرع ونوفر الخدمة للمواطن بشكل سريع في ظل بقى تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف أساسي وهو رضا المريض عن الخدمة ده اللي دايما بيأكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مبادرة بتعلن عنها الدولة المصرية زي مثلا حملة مئة مليون صحة ومبادرة فيروس سي اللي خلينا نقول واحدة من أهم المبادرات الصحية اللي كانت موجودة في مصر الفترة اللي فاتت لأن الحمد لله تخلصنا من فيروس سي وزي ما كان بيقولوا كده وإحنا كلنا كنا رمسين ده يعني كالأكباد المصريين فيش أسرة مصرية محدش فيها توفى بمرض فيروس سي يعني كنادر جدا دلوقتي العالم كله بيشيد بي اللي احنا وصلنا ليه ده مش كلام لا مبارح الدكتورة نعيمة القصير مبثل منظمة الصحة العالمية في مصر خلال المؤتمر الأفريقي أفريكا هيلث إكسون واللي بيعقد حاليا في القاهرة قالت إن رئيس المنظمة أشاد بدور مصر بالقضاء على فيروس سي وإنه بيعقد حاليا مؤتمر موازي في أسبانيا لمناقشة التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي تفتكروا ليه باعتبارها تجربة رائدة في هذا المجال ومصر مشاركة في المؤتمر ده بقوة ومصر كمان ضمن ست دول أكملت ملفتها لإشهار مصر واعتمدها ضمن أوائل الدول التي قدت على فيروس سي ودايما الشهادة لما بتيجي من بره دايما بنقول إنها يعني مش هتوقع شهادة مجروحة ده يعني مفهوش إزار ولا في مجملات يعني هذا عندك حاجة كده يعني بنشوفها دايما مشرفة طبعا وابتدعوا كده للفخر يعني ده طبعا خصوصا إن البروفيساري موندسي الشنازي مخترع أول علاج لفيروس سي واللي كان مشارك فيه المؤتمر ده أشاد بتجربة مصر وخلال المؤتمر كمان ممثلة منظمة الصحة العالمية أكدت على أهمية إمداد مصر بالأدوية الحديثة لعلاج فيروس سي للدول الأفريقية وقالت إن يمكن منع 25 ألف وفاة في نيجيريا بيعانوا من فيروس سي وإن تجربة مصر رائدة في العالم وأصبحت مثال يحتزى به عالميا بفضل القيادة السياسية المصرية والالتزام السياسي وكمان التفكير خارج الصندوق والمشاركة المجتمعية وتجاوب الناس مع المبادرة ونجحت مبادرة 100 مليون صحة في القضاء على فيروس سي والكشف عن أربع أمراض أخرى وهي السمنة والسكر وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم استفادت مصر من هذه البيانات خلال جائحة كورونا وبالتالي الاكتشاف المبكر ثم العلاج اللي خلانا نضرب عصفورين بحجر واحد الحمد لله مصر أول دولة تعلن تخلصها من فيروس سي بفضل حملة 100 مليون صحة عشان كده هتتقدم لمنظمة الصحة العالمية لإعلان مصر خالية من فيروس سي وبنشوف دلوقتي برضو جهود كبيرة للدولة في فحص ملايين الطلاب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي بين طلاب الصف الأول الإعدادي وده بالمجان جهود دي كانت كفيلة إنها تقلل تكلفة العلاج وتأثر مدته ده طبعا ضمن جهود الحملة القومية اللي انطلقت في 2014 للقضاء على الفيروس في 2014 وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج وصل لحوالي 8 مليارات جنيه ربنا كده دايما يديم يعني علينا نعمة بلدنا ويحفظ قيادتنا كده هندو وحاجة دايما فعلا لما بنشوف كده بنحس إن احنا قد إيه بالفخر والعتزاز أكيد يعني هدو ودي كانت واحدة من الأضوية الشائكة كبيرة جدا وأكيد طبعا صحة المواطن هي يعني أولى أولويات أي دولة وإحنا عندنا هنا في مصر بنخطو قطوات ستة جدا في هذا الأمر خاصة أن وإحنا عندنا الحقيقة يعني العديد من التحديات بس الصحة رقم واحد وأولوية ربنا يحفظنا جميعا إن شاء الله خيرا نقول بقى لستادة مشاهدين فقراتنا أي نهاردة كالمعتاد فقراتنا الأولى هتكون بداية كده مع أبرز وأهم الأخبار ومنشطات الصحف هيكون معاين فيها دكتور ناشوة عقل أستاذ الإعلام لجامعة القاهرة فقراتنا التانية هي فقرة مهمة جدا وهنتكلم فيها عن قانون الأحوال الشخصية وهو من الموضوعات اللي تسببت في جدل واسع جدا ما بينتهيش وده طبعا لأهميته بالنسبة لكل أسرة مصرية ويكون ضفنا في الفقرة التانية مارجريت عازر عضو المجلس القومي للمرأة دكتور أحمد القرماني أستاذ القانون الجنائي وعضو الجامعية المصرية للإحصاء والتشريع أما دلوقتي بقى فجيم عدنا إن احنا نتعرف على حالة التقس خلين نبدأ مع حضراتكم حلقتنا ونشوف حالة التقس النهاردة يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون تقس اليوم حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب صيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كفة دلوقتي نستعرض مع حضراتكم بعض درجات الحرارة المتوقعة بعدد من محافظات الجمهورية والبداية كالمعتاد من العاصمة القاهرة اللي العظم فيها النهاردة بتسجل 35 أما الصغرى 24 إسكندرية 30-22 الإسماعيلية 36-22 إد أهلية 35-22 الغردقة 38-28 وإلمينيا 36-23 خلينا نروح بقى لبعض العواصم العربية والعالمية والبداية من العاصمة السعودية الرياض اللي العظم فيها النهاردة بتسجل 44 أما الصغرى 29 أبوظبي 40-29 أنقرة 24-15 لندن 22-14 واشنطن 27-21 وأخيرا بيكين 24-14 بعد ما تعرفنا على أحوال الطبس عالوينا نعرف أسعار العملات وأسعار الدهب النهاردة أخبارهم إيه؟ نبتدي مع بعض بسعر العملة دولار أمريكي للشراء 18 جنيه 6 أرش أما بيع 18 جنيه 66 أرش سعر اليورو للشراء 19 جنيه 88 أرش أما للبيع 20 جنيه 6 أرش جنيه استرليني للشراء 23 جنيه 20 أرش أما للبيع 23 جنيه 46 أرش ريال سعودي للشراء 4 جنيه 95 أرش أما للبيع 4 جنيه 97 أرش دينار كويتي سجل للشراء 58 جنيه 44 أرش أما للبيع 60 جنيه 98 أرش تعالوا كمان نروح نشوف أسعار الدهب أخبارها إيه النهاردة وسجل النهاردة عيار 18.864 جنيه واستقر عيار 21 عند 1008 جنيه أما عيار 24 سجل 1152 جنيه وأخيرا الجنيه الدهب 8064 جنيه طيب بعد ما اتعرفنا كده يعني هذا على أسعار العملات والدهب ودرجات الحرارة أعتقد بقى يعني دلوقتي قبل ما أي حد ينزل لشغله بيكون مهتم جدا يعرف إيه الطرق السلكة وإيه الطرق اللي ممكن تكون فيها بعض الكثافات وعايزين نعرف كمان هل الزروة الصباحية في الشوارع بدأت ولا لأ خلينا نروح كده ليز مننا هاني نحاس المتواجد دلوقتي بالإدارة العامة لمرور الجيزة نعرف منه كل التفاصيل هل في محاور بديلة ناخدها أخبار الشوارعنا إيه في محافظة الجيزة صباح الفل عليك يا هاني هاني سمعني صباح الفل عليك طيب خلينا كده يعني لحد ما نرجع لزمنا هاني نحاس مرة تانية نشوف كده اللي بيحصل في الدنيا وفي العالم مينهاد لأن عندنا كل يوم في جولتنا طيب قبل ما نروح لي جولتنا حول العالم كويس رجعنا على طول لزمنا هاني نحاس المتواجد دلوقتي بالإدارة العامة لمرور الجيزة عايزين يطمن منك هاني كده يطار أخبار الشوارع نهارده في محافظة الجيزة وهل الزروة الصباحية بدأت ولا لسه عليها شوية نلحق نروح بسرعة إشغالنا كده والدنيا رائقة صباح الفل يا هندي وصباح الفل يا نهاد وصباح الفل على كل سادة المشاهدين لا لسه الحمد لله الزروة الصباحية البداية في عباء اللي صحي بدري بقى وعاوزين حينزل يروح أي مشوار حيلاقي محاول وطرق الجيزة زي ما احنا شايفين في الشاشات كلها الحمد لله لازالت هناك سيولة مرورية على غالبية طرق ومحاور الجيزة خلينا نبدأ من المهندسين زي ما احنا شايفين ده منزل كبري اكتوبر شارع البطل احمد عبدالعزيز زي ما احنا شايفين في سيولة مرورية كذلك شارع البطل المتجه إلى مناطق الدقي كذلك طلعت اكتوبر المتجه إلى صلاح سالب زي ما احنا شايفين في سيولة مرورية كاملة كذلك لو انتقلنا لتقاطع البطل احمد عبدالعزيز مع شارع جامعة الدول العربية سواء المتجه لمحور 26 يوليو أو مناطق الزمالك والعجوزة هناك سيولة مرية كذلك القادم من محور 26 يوليو ونادي الزمالك في اتجاه سواء لشارع البطل أحمد عبدالعزيز أو شارع السودان ومنه للدائري في سيولة مرية هو نفس المشهد تقريبا لو اتنقلنا لمدان النهضة في محيط جامعة القاهرة القادم من كبري الجامعة والمتجه لجامعة القاهرة أو كبري صفت اللبن ومناطق الدائري أو متجه للدقي والجيزة طبعا دي حديقة الأرمان دي حديقة الحيوان جامعة القاهرة وكبري الجامعة وتمثال النهضة كذلك القادم من ميدان الجيزة وجامعة القاهرة والمتجه لكبري الجامعة ومنه لشارع الأصر العيني أو منطقة الكورنيش سيولة مرية كذلك القادم من جامعة القاهرة والمتجه إلى شارع البحر الأعظم أو ميدان المنيب أو الدائري سيولة مرية هو نفس المشهد زي ما احنا شايفين لو اتنلم ميدان النهضة لميدان الحصري نفس المشهد سيولة مرية على كافة محاوره نفس المشهد برضو لم تظهر اي نوع من انواع الكسفات الصباحية في ميدان الجلاء في الدقي لو اتكلمنا يعني ده المتجه الى كبري اصر النيل القادم من كبري اصر النيل وكذلك المتجه لمناطق العجوزة لشارع التحرير في الدقي القادم من شارع ميدان الجيزة ومجلس الدولة يعني دي طبعا اشارة ولكن لا يوجد حتى الان كسفات مررية في ميدان الجلاء في الدقي تعريبا الكسفات الوحيدة التي تبع عندنا نهاردة من الجيزة هو اعلى كبري اكتوبر القادم من مناطق المهندسين والدقي في اتجاه مناطق صلاح سالم بدأت ظهور بعض الكسفات القليلة اعلى منطقة النيل اما القادم من مطار القاهرة وصلاح سالم اعلى كبري اكتوبر والعجوزة والزمالك والمتجه الى مناطق المهندسين هناك سيولة مررية كاملة كما يظهر في المشهد ميدان الجيزة القادم من سواء شارع فيصل او الهرم في اتجاه جامعة القاهرة هناك سيولة مررية كاملة كذلك المتجه لشارع مراد كذلك المتجه لكبري عباس ومناطق الكرنيش واصر العيني ومصر الاديمة سيولة مررية كذلك القادم كما يظهر في المشهد والمتجه الى مناطق الجيزة ده طبعا القادم من جامعة القاهرة في ميدان الجيزة وانتهاء هناك كبري عباس كبري عباس كان بيبقى فيه عدنا فترة كده دايما بنتكلم عن الزرورة الصباحية على كبري عباس القادم من ميدان الجيزة لمناطق المصر الاديم والكرنيش طبعا كبري عباس بيربط ما بين الجيزة والقاهرة الحمد لله بالتنصيق بين الادارة العامة لمرور الجيزة والادارة العامة لمرور القاهرة تم الوصول الى صيغة لسحب كافة الكسافات اللي كانت بتظهر اعلى كبري عباس وحصة القادم من ميدان الجيزة في اتجاه مناطق الكرنيش ومناطق مصر الاديمة سواء المعادي او الاسر العيني فبالحمد لله مباشر اي نوع من انوار الكسافات كذلك القادم اعلى كبري عباس من مناطق مصر القديمة والكورنيش والمتاجه الى ميدان الجيزة شارع النيل كما يظهر فيه المشهد سيولا مررية كاملة كذلك نفق كبري عباس المتاجه الى البحر الاعظم وميدان الجيزة ومناطق اعلى الدائرين الحمد لله الجيزة النهاردة بخير بالرغم النهاردة التلاتة ومعروف التلاتة وسط الاسبوع فبيكون فيه كسافات مررية زي ما احنا شايفين فيه المشهد لم تظهر اي نوع من انواع الكسافات لحد دلوقتي فاللي عنده مشوار بقى يهند وينزل بسرعة للحيات دي بشكرك شكرا جزيلا زي من دا المكتهد دايما هاني النحاس كنت معينا من الادارة العامة لمرور الجيزة واكيد طبعا اي حد كده شايف الشوارع وهي رايقة يعني حاجة محفزة ليه جدا ينزل بسرعة كده وينجز نفسه ربنا ان شاء الله كده يسلم الجميع واكيد طبعا السيولة المرورية دي كلها بفضل رجال المرور والمتوجدين في كل شبر من ارض مصر ربنا يحفظهم ان شاء الله ويحفظنا جميعا ان شاء الله عالو كده نروح هند وناخدهم في جولة عالو كده نروح وناخدكم في جولة حول العالم هنشوف فيها حضيقة حيوان وشانتم تحتفل بعيد ميلاد اصغر بنده بها وانتابع كمان هولنزي بيحلق في السماء لاستخدام حزاء نفاس وغيرها من الفيديوهات اللي اخترناها لكم من كل انحاء العالم تعالوا فينا انتابع جولتنا ونرجع نكمل باقي فقران موسيقى موسيقى النهاردة الاستاذ الدكتورة نشوى عقل استاذ الاعلام بجامعة القاهرة صباح الخير يا دكتورة صباح الخير يا اصرفات اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك خلونا نبدأ اخبارنا عن اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كامل الوزير وزير النقل الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لآخر تطورات منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية وجه سياتو بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفقا لأعلى المعايير لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر بالتكامل مع محور قناة السويس عشان يبقى فيه همزة وصل ما بين الشرق والغرب وده بيساعد على تعطيم عملية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية صرح إن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذي لتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث في مترو الأنفاق لجانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف اللي بيبلغ طول مصاره حوالي 103 كيلو متر وبيبدأ من المحطة التبادلية عدل منصور وبيمتد إلى كل من مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة وده هيساعد على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى سيادته أوجه بإعطاء همية كبيرة لتطبيق أحداث الأنظمة التكنولوجية الخاصة بشبكات الاتصالات علشان يتم ربط محطات القطار الكهربائي الخفيف دي بعضها البعض الحقيقة إن من القطاعات اللي شهدت يعني العديد من التطورات وكثير من الأمور الخاصة بيتطور التكنولوجي وخلافه كانت الحقيقة منظومة النقل بس خليني أبدأ الأول بفكرة تطوير الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية أو منظومة الموانئ بقى بشكل عام وإزاي بتعود على النفع على حياة المواطن على طول يعني إحنا لما نتكلم دايما نقول هو إيه اللي ممكن المواطن يحس بيه سريعا النقل اللي هو من الحاجات السهلة اللي ممكن هو يشعر أن فيها تحسن حقيقة هي الحقيقة القيادة السياسية تعمل على قدم الوصاق مع كل بزرات وأنظمة ودوائر الدولة في مصارات متزنة ومتوزة مع بعضها في إطار تنمية على عدة مستوى تو زي ما حضرتك ذكرت فيه نشاط مكسف للرئاسة ورئاسة الوزراء فيه متابعة كل الأعمال دي منها قطاع النقل والمواصلات والحقيقة أن النقل والمواصلات الدولة بتحاول تفرق به من مفهوم مجرد نقل الركاب والبضايع اللي هي الفايدة المباشرة اللي عبدتك بتقوليها للمفهوم الأوسع والأشمل اللي هو تحقيق أو المزامة في تحقيق التنمية المستدامة حضرتك تربوتي كمان مصر بيه من خلال طرق النقل والمواصلات والمواني سواء كانت برية أو بحرية بمحيطها الإقليمي ومحيطها الدولي لأن طبعا مصر ما بقتش أو دولة كل دولة ما بقتش بتعمل بمعزل عن نفسها حتى مشروعات التنمية الداخلية أو المحلية دائما بترتبط بالمفهوم العالمي زي مفاهيم التنمية المستدامة والتشارك والمشاركة حتى حضرتك عني أنا النهاردة برضو موضوع التطورات أو تغيرات المناخية ومشاركة مصر فيها فالدولة بتعمل على مستوى محلي يسمع بشكل أساسي فيه المستوى الدولي كمان الدولة دلوقتي ممثلة فيه وزارة النقل والمواصلات بتحاول تتبنى الأنظمة الزكية اللي مفروض بتيسر على المواطن برضو فايدة مباشرة التعامل مع حجز القطرات والمطارات أو الرحلات الخارجية وكمان التعامل على مستوى التبادل التجاري في المواني مع الأطراف اللي بتستخدم هذه المواني في حركة التبادل التجاري طبعا تعامل برضو إلكتروني من خلال أنظمة أو الطبيقات الزكية فالحقيقة كل ده بيرتبط بي نحاولي عندنا النقل الزكي والنقل النظيف ونستعد لمشارم الشيخ تبقى في المدينة الخضراء يعني في حاجات كثيرة في منظومة النقل فعلا الدولة المصرية ماشية فيها في مصارات متوازية ومتعامل صحيح صحيح ده بيدل على التأكيد على إصرار أو الإرادة السياسية مصرعة لأنها ما يكونش الخطط والإجراءات التنفيذية يعني تسير ببطء نعم مجرد كلام شعورات فيه متابعة كبيرة ومعنى أن رئيس الجمهورية يتابع بنفسه فده لهم الرئيس الكبير جدا على أهمية هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر مباشر للمواطن وغير مباشر بالنسبة للدولة ككل وخطط التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030 ومفهوم التنمية المستدامة زي منتر حضر صحيح صحيح خلونا نروح لخبر آخر وهو الاجتماع اللي عقده رئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الاجتماع الحقيقي تناول عرض نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيرة التجارة والصناعة استعرضت الموقف التنفيذي لمعارض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القاهرة في مختلف المحافظات لجانب المعارض الخارجية المتنوعة اللي بيتم تنظمها خلال الفترة أو يعني الفترة دي عندنا معارض بيتم تنظمها في البحرين في جنوب سودان في الأردن في جنوب إفريقيا كمان استعرضت نيفين جامع جهود التحول الرقمي في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال منصة المشروعات الصغيرة اللي بتهدف لإنشاء بنية معلوماتية بتعمل على إتاح كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة لرواد الأعمال والشركات النشئة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات كمان الأهلية والقطاع الخاص سياد توجه خلال الاجتماع بإثناء تشغيل المنصة الإلكترونية للتحول الرقمي لجهاز المشروعات من قبل أحد بيوت الخبرة العريقة في مجال إدارة منصات رواد الأعمال وده لإسراء المحتوى الرقمي والترويج المتطور لمنتجاتهم مواجبة لإحتياجات السوق كمان تم خلال الاجتماع عرض أهم الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر رقم 52 لسنة 2020 الحقيقة النقطة كمان اللي لمسها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الأمر هو فكرة أنه ممكن يكون عندي خدمة ولكنها غير معلومة للمواطن وبالتالي تأثيرها أو انعكاسها على المواطن ضعيف يعني احنا لسه مش شايفين حركة كبيرة أوي بالنسبة أو دخول قطاعات كبيرة من الناس وخصوصة أنهم محتاجين ده أنهم يشتغلوا في المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر يعني حتى مش المشروعات المتوسطة ففكرة أن يعني إلاء أو إعطاء المنصة دي لواحدة من بيوت الخبرة في منصات رواد العمال ثاني ده ممكن يعمل إنعكاس شوية أن المعلومات تتضفق أكتر ويبقى فيه انتشار أكتر أكيد طبعا هو لقاء سيد الرئيس بسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بخصوص المشروعات أو جهاز تنمية المشروعات ده برضو بيديني بعض مؤشرات على تعرف برضو على جهود الدولة في هذا السياق وجهود الوزارة أو هذا الجهاز في تمويل المشروعات وخاصة لما يكون ده مرتبط بإنشاء منصة رقمية للجهاز للإنشاء بنية تحتية زي ما حضرتك تفضلت أو بنية معلوماتية خاصة بالمتعاملين مع هذه المشروعات وصغار المستثمرين ورواد الأعمال الصغار خاصة أنها بتقدم برامج تدريبية البنية المعلوماتية هذه أو المنصة الرقمية بتقدم بعض البرامج أو الأفلام التعليمية لبعض التجارب لرواد الأعمال بحيث أننا بنشجع على تطوير الصناعات التراثية والصناعات الحرفية اليدوية والصناعات الحرفية تماما متشجية بعض الممادرات مثل تحول السيارات لنظام الغاز فالمحتوى الرقمي لما يكون مسند إلى بيت خبرة ده يعمل على إسراء المحتوى وطرق التسويق لأنه ممكن برضو تحط المحتوى لكن له طرق تسويق مختلفة وأنها بيعمل ريتش يعني زي يقولوا على شاء خطر يحصل الناس كمان تشوف المنتجات بالزبط بالزبط الناس تشوف ده وكمان تتعامل من خلال ده يعني معصة مش مجرد معلومات بس لكن تعاملات زي تسويق إلكتروني ما بين الجهاز وما بين الجهات المستفيدة من خدماته ونظام يعني عموما المواطن قرب أكتر بعد موضوع كورونا للثقافة الرقمية نا أنا كنت سأقرب أدارات النفع يعني والتعامل عن بعد فده فعلا كان لازم يتم استثماره فيه تأثير على وقت المواطن يعني توفير وقته وتأثير الإجراءات اللي كان بتاخد أوقات طويلة جدا جدا وتنظيم دولاب العمل برضو فيه أي جهاز لأنه لما يكون كل حاجة مميكانة ومرقمنة وده طبعا الثقافة الأكثر انتشارا في كل الدول العالم ولازم نلحق بده فيما يسمى التحول الرقمي فده طبعا شيء بيدل برضو على إن الدولة برضو بتسير فيه الاتجاه أو المواصرات المتزمنة اللي احنا بقولها في الحقيقة كمان إن ممكن تكون وزارة التجارة والصناع عندها رؤية لفكرة هي إيه المشروعات اللي احنا ممكن نقول للناس إحنا محتاجين إن احنا نعملها أو السوق الخارجي محتاج إن هو يعملها يعني أكيد فيه استراتيجية محطوطة هي إيه الصناعات اللي احنا عايزين نعملها علشان نقدر نصدر هي إيه الحرف اليدوية اللي ممكن تبقى مطلوبة في الخارج ده كمان يتحطى على المنصة لو الناس تدخل تشوف فرص إن انت ممكن تشتغلي في ده أو إن انت ممكن تشتغل في هذا المشروع فكرة المساعدة بيه مش مجرد إن أنا أقدم نمازج لكن كمان أقدم خدمة حقيقية لو أنا محتاجة مثلا مشروع رسمة على الزجاج محتاجة مش عارفة مشروع مشغولات يدوية فكرة إن أنا أحط أنا عايزي يعني تلقى الدوء على المشروعات اللي احنا ممكن يبقى عندنا فعلا عليها احتياج أو لها عليها طلب ممكن يكون داخلي أو خارجي ولم يتم الانتباه إليها وكمان إبراز التيسيرات اللي ممكن الجهاز نفسه بالضبط كده أو الوزارة نفسها تقدمها للمواطنين سواء كان في الداخل أو مستثمرين في الخارج فده طبعا كمان الشروط بتاعت التيسيرات بتاعت القروض وإزاي إن أنا أمشي في إجراءات والحاجات دي كلها طبعا بيبقى المواطن لما بيسأل بشكل شافوي كده ما بيعرفش يوصل لحاجة صح وبيسألون آه لو الناس عايزة تعمل أي حاجة يعني أنت ممكن تقابلي كتير ستات بيود أو تقابلي ناس أصدقاء يبقى عايزين هم عندهم وقت فاضي وعندهم ممكن ظروف مادية تسمح أنهم يعملوا مشروع صغية هم مش بيبقوا عارفين هو إيه لو عمل المشروع آه يكتب إنهم بيدخل على المنصة يلاقي فيها هتبعا تفاعل لا تفاعل من تجارب ناس اشتغلت قبل كده في القصة دي فيها ردود من بعض من الجهة نفسها صاحبة المنصة يعني فيها بعض التوضيحات وبعض التسهيلات اللي فعلا بتوفر كتير من الوقت ومن المجهود وبتدي نوع من الأمل في أن يعني الدولة بتقف إلى جانب المواطن اللي ممكن يكون عنده بادرة لأنه هو يكون رائد أعمال يبدأ حتى صغير يعني ياخد طريقه بعد كده بالضبط وده يعني انطلاقا من تشجيل الدولة لسياسة العمل الحر يعني حتة التوظيف في الحكومة والميريو كده يعني مثلا لو أنا هعرض أن أنا هقول أن حد بيعمل مثلا المشغولات اليدوية مش كل الناس هتروح تعمل مشغولات يعني فكرة حتى التكالب على حاجة معينة نكحت مهدف حد ذاته هيفقدها برضو يعني بارقها وبالتالي ممكن هيقلل من فكرة توزحها ففجأة لقيها لأ معدتش مجدية فهو فكرة التنوع بأفكار كتيرة واعتقد أن احنا عندنا فرص وعيدة كتير في مجال الصناعات يعني ده كمان محتاجين والحياة يبقى موجود داخل المنصة خلونا بنا نروح لخبر آخر أيضا عن دكتور مصطفى مجبولي وامتبعته الحقيقة ليه مجموعة من الأمور والمواقف خاصة في الموقف التنفيذي لبروتوكولات المشروعات ما بين الوزرات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعميد داردة سويلم رئيس الفرع المالي بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الاجتماع تم استعراض البروتوكولات اللي تم توقعها بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزرات المختلفة عشان يتم تنفيذ عدد من المشروعات رئيس الوزراء وجه بسرعة توفير التمويل لإستكمال هذه المشروعات المهمة كمان خلال الاجتماع تم استعراض أبرز المشروعات اللي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومنها في قطاع الزراعة استصلاح وتنفيذ البنية الأساسية والداخلية لمساحة 15 ألف فدان بشمال سيناء وغيرها من مشروعات النقل وقطاع الصحة والعديد من المشروعات الأخرى حقيقة يعني احنا عافين ان الهيئة الهندسية اللي حقيقة بتقوم بدور كبير جدا في تنفيذ العديد من المشروعات ودايما عموما الشعب المصري بيعنده طمئنان لما بنعرف ان هذا المشروع للهيئة الهندسية نبقى عارفين ان هو هيتم بأعلى معايير وكمان بقلل وقت وقلل تكلفة جهود الهيئة الهندسية الحقيقة واضحة جدا في المشروعات التنموية خاصة فيما يتعلق بمسألة التنمية المسادبة ووصلنا لها ورؤيتنا 20-30 ريك شايفة جهود الهيئة ازاي ايه اهم المشروعات اللي ممكن تكون انجزتها الهيئة الهندسية في فترة وجيزة وحققت يعني على الارض اوقفت مصر على رجليها بشكل كبير في الفترة دي طبعا مشروعات الطرق وتطوير حتى المواني اللي احنا في اول خبر اللي احنا قلنا نتكلم عنه وخاصة المواني البحر المتوسط زي دومياط والاسكندرية وكذلك رفع كفاءة بعض المستشفيات زي مستشفى ارمنت ومستشفى العجمي ومستشفى بور فؤاد وبعد ما ركز تبدل اسرة كان لها يد برضو فيها طبعا نحنقول على المرحلة الاخيرة يعني الحاجات الجديدة لكن طبعا على مدار يعني عدة سنوات منذ تولي السيد الرئيس والهيئة الهندسية بتتطلع بدور كبير جدا جدا في دورها في انجاز الكتير ومشاوات البنية التحتية وحتى دلوقتي ماشيين في اطار يعني حلم اتمنى ان احنا قريبا نحن نحققه اللي هو الاكتفاء الزاتي من الامح ومشروعات توشكي وزرع ملايين الافدينة اللي ممكن تعوضنا عن توابع الازمة الاقتصادية الحاصلة دلوقتي على الساحة الدولة كمان الهيئة الهندسية بتشارك برضو في تطوير البنية التعليمية بين القصات التعليمية في جنوب سيناء وكذلك برضو برضو مشروعاتها في العاصمة الادارية اللي هي المفروض بنأمل انها تبقى مشروع اقتصادي وساسماري كبير جدا لمصر يعمل لها يعني يعني يعمل ما يسمى النيشن براندنج يعني او العلامة الوطنية للدولة لما يكون في عندنا كمان عاصمة جديدة بمستوى دولي ومستوى عالمي بيعمل بالانظمة الزكية وبرضو بيتبنى مفهوم التحضر للاخضر يعني زي ما احنا بقول مبادرة وزارة البيئة بالنسبة لتطولي مواني كان اهمها ميناء السلوم والغردقة وكمان تنفيذ محور عدل منصور اللي هو على النيل اللي هو في بني سويف يعني مشروعات كتيرة جدا جدا في مجال الصروة السماكية يعني بنية تحتية وكذلك خدمات وكذلك صناعات كبيرة جدا كانت شبه من هي حطات المياه ومعالجة المياه يعني عندنا الحقيقة في محافر يعني عندنا تصلاح كمان فيما يخص قطاع الزراعة يعني زي ما ذكر الخبر احنا عندنا دلتة الجديدة وعندنا المشروعات تشكة زي ما حضرتك أشارتي وعندنا مستقبل مصر الزراع يعني عندنا الحقيقة مشروعات كتيرة برضو في مجال الزراع بتنفذها الهيئة الهندسية فكرة التعاون والربط احنا كنا زمان في مصر بنشتيكي من ان احنا الكل بيشتغل في جزر منعزلة نحن فيه تنصيق نهاردة ورئيس الوزراء يعني بينصق ما بين الوزرات والهيئة الهندسية علشان يتم انشاء هذه المشروعات اعتقد بذي كمان نقلة في مستوى الإدارة طبعا طبعا دي إرادة سياسية قوية جدا ان احنا نعمل يعني نتابع موضوع التنسيق ما بين الوزرات طبعا الوزراء المنوب بها ده بالأساس هي وزارة التخطيط لكن برضو وجود رئيس الوزراء في الصورة ده بيضمن جدية ويكون جدية التنفيذ وسير البروتوكولات التعاونية ما بين الوزرات المختلفة والهيئة الهندسية بخطة حسيسة خاصة كمان اللي ده بيسلط الدوق على العقبات اللي ممكن تكون موجودة في إطار هذا التعاون مثل عقبات التمويل مثلا يعني في بعض الحصارات اللي ممكن وجود رئيس الوزراء في الصورة وتنسيقها بالشكل ده ممكن يزيل هذه العقبات علشان يمشي العمل أو دولاب العمل بالشكل المطلوب صحيح خلونا نروح احنا لسه الحقيقة مع أخبار مجلس الوزراء كان بالأمس هناك لقاء لدكتور مصطفى مجبولي رئيس مجلس الوزراء مع دكتور كونستا نتيا نوش يونجا نائب رئيس جمهورية السنفابوي وزير الصحة والوفد المرافق له وده كان بحضور دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة وسفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التمية بوزارة الخارجية رئيس الوزراء أشاد بالعلاقات التاريخية اللي بتربط ما بين مصر وزنبابوي على مدار التاريخ أيدت مصر منذ الستينات حركات التحرر في الدولة الإفريقية وكانت القاهرة في مقدمة الدول اللي أقامت علاقات دبلوماسية مع هراري عقب الاستقلال في 18 إبريل عام 1980 دكتور مجبولي أكد خلال اللقاء حرص مصر على بناء علاقات قوية مع دولة زنبابوي كما أكد على رغبة الجانب المصري أن يكون هناك زيادة في التبادل التجاري ما بين البلدين تطرق أيضا دكتور مجبولي خلال المقابلة لرئاسة مصر واستضافتها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل والدور الرياضي اللي بتلعبه مصر حاليا في قضايا تغير المناخ خاصة أن القرى الإفريقية هي أحد أهم وأكتر المناطق في العالم تضررا من التبعات السلبية لتلك الزاهرة حقيقة مصر الدولة عندها يعني العرفة القدرة أنها بتناقش قضايا القرى الإفريقية بشأن كبير يعني عودة مصر مرة أخرى لملف الإفريقي وأن احنا بنتحدث دايما عن العلاقات المصرية وتغيرها احنا في خلال فترة بسيطة قدلنا نوصل لعلاقات الحقيقة متميزة مع الدول الإفريقية لكن علاقات مصر فعلا وزنبابوي ممتدة لها كثير ومصر كانت حريصة مع بداية أواخر الخمسينات أن احنا يبقى عندنا علاقات متربطة مع القرى الإفريقية وده سيب عندهم أثر عند النهار طبعا طبعا هو ده بنسميه عودة الأمور إلى نصابها الحقيقة لأن بعد فترة من يعني هنقول خمول شوية الدور المصري لحد قبل صورة 2011 طبعا مع تولي الرئيس الفتاح السيسي اتباهنا طبعا لأن ارتبطنا الوسيق يعني عبر الزمان والمكان بالقرى الأفريقية وإحنا طول الوقت اللينا قوة نعمة فيها يعني احنا عندنا مشروعات البنية التحتية في كثير من دول الأفريقية ومنها زمبابوي بعض الشركات المصرية الكبيرة هي اللي بتقوم بيها ده بيؤدي لأن احنا يكون فيه نوع من الولاء للدولة المصرية في موقفها يعني مثلا في القضية زي قضية الأبن الماء المصري في تقارف وجهات النظر فيه كمان مصر بتقوم بدور تدريب القوة البشرية هناك في بعض المجالات خاصة المجالات الطبية لأن احنا معروفين الطب المصري وعندنا مراكز طبية كثيرة في الدول الأفريقية وكان بيتم بتتاح مراكز منذ فترة في أغندا وغيره من الدول فيه تدريب لأطباء الأطباء في زمبابوي اللي أنا عارفها دلوقتي أنه وزارة الصحة تقوم بتدريبهم على التعامل مع أمراض الدم والكبد وحالات التوارئ وفيه مستشفى مصري تم بناءه في زمبابوي في الفترة الأخيرة كمان وجودنا في الحيز الأفريقي أو في الامتداد الأفريقي لينا زي وانت الحاضر بدعم المواقف المصرية وكمان بيزود حجم التبادل التجاري بيننا خاصة أن الدول الأفريقية عندها المواد الخام لكن احنا عندنا الصناعات فحطة نعمل تبادل ما بيننا وما بينهم فيه ده ممكن يسأل حاجات كتير جدا خاصة لو تم تسهيل طرق طرق النقل والمواصلات بقى اللي ممكن تبقى اشنا عايزين بقى قاهرة كيبتون والحاجات اللي احنا والربط ما بيننا وما بين السودان عبر سكاك حديدية يعني عايزين هذه المشروعات تتم بشكل جدير ما كمان الحقيقة اللقاء ده يمكن تم على هامش المؤتمر الطبي الأول الأفريقي المنعقد فيه مصر واللي رئيس هي عمل مبادرة ليه إرسال ملايين عدد من الملايين من التطعمات ليه القرى الأفريقية كمان ودي كانت مبادرة من الدولة المصرية وعندنا كانت تطعمات كانت موجودة لكرونا للأفرق اللي موجودين فيروس سي والتعامل التعامل مستبر على صحيح على مدار عدة سنوات مستوى للرئيس عبد الفتاح السيسي وبنرجع لدورنا الرئيسي اللي حضرتك بتقولي كمان أبرز معلمه أو محطاته كانت دعم حركات التحرر للأنظمة الأفريقية أو الدول الأفريقية صحيح دكتورة ناشو أنا بشكر حضرتك جدا دكتورة ناشو عقل أستاذ الإعلام جماعة القيارة شرفتيني ونورتيني وإن شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية إن شاء الله يسعيدني وشرفني شكرا لحضرتك دكتور شدي الكرام بكده بيكون انتهت جولتنا الإخبارية هنروح لفصل وبعد الفصل عندنا موضوع مهم جدا خاص بقانون الأحوال الشخصية ينتظرونا هنعرف معلومات عنه كتير وماذا يدور فيه وإيه اللي هيتم تحييه على الأرض فائدة للمجتمع المصري عشان نقدر يبقى فيه حالة من التماسك أكتر اجتماعي بجدل التحية مرة تانية لحضرتكم من الموضوعات الهامة جدا واللي بتشغل بال يعني أسر كتيرة داخل مجتمعنا المصري هو ازاي يتم تنظيم الأحوال في حال الخلاف ودايما هو ده اللي احنا بنشوفه الحقيقة يعني عندنا موضوعات كتيرة جدا داخل الأسر المصرية مش هلقدر ان احنا نتجاهلها حتى سواء كانت وصلنا للمحاكم او ما وصلناش للمحاكم بس فكرة تنظيم العلاقة نفسها احنا محتاجين ان احنا نعيد النظر فيها قانون الأحوال الشخصية في مصر من المواضيع اللي كانت في أحيان كتيرة ده تعتبر مصار جدل واسع والكلام عنه ما بينتهيش يعني حركوا فاكرين فاتن حمامة وريدوا حلا وحاجات كتيرة وما زال المشهد فيه المحاكم لان الحقيقة القانون من المفترض ان هو ينظل العلاقة ما بين أفراد الأسرة واللي بدوره هيتبني عليه حقوق وواجبات مش للزوجة ومش للزوج ده لكل الأطراف الزوج الزوجة العائلات نفسها أهمية الموضوع ده كان اهتمام الحقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف ده شفناه مفيش مرة بيظهر فيه الرئيس إلا وبيتحدث عنه عشان كده كان لابد له النظر بعين الاعتبار بعد الزيادة الكبيرة اللي احنا شفناها مش في حالات الطلاق في حالات اختلاف اللي بتشهدها مصر في كام سنة اللي فاتت الزيادات الكبيرة في الاختلافات الزيادات الكبيرة في دعاوة الطلاق قضايا الخلع كانت بمثابة الحقيقة جرس انذار صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء كشفت عن ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل كبير عن الفترات اللي فاتت السيد الرئيس كان له توجيه شديد في اجتماعه اللي شفناه حضراتكم من يومين بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل ان يتم تشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الاسرة علشان يتم اعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية وبيبقى بمثابة التزام وضمانة لحقوق جميع افراد الاسرة سواء كان زوج او زوجة او ابناء كمان يتم امداد هذه اللجنة بالمعلومات من كافة الاجهزة المعنية وتكون ممثلة داخل هذه اللجنة لان مش هينفع نحط قانون من غير ما يبقى عندنا معلومات نعرف كلام اكتر وهنعرف ايه اللي هيحصل من خلال لقاءنا النهاردة مع السيدة مارجريت عازر عضو المجلس القومي للبرأة أحب حضرتك معانا يا فندم صباح الخير كمان معانا دكتور أحمد القرماني أستاذ القانون الجنائي وعضو الجمعية المصرية للحصاء والتشريع أهلا بحضرتك صباح الخير يا فندم صباح النور يعني خليني أبدأ بقى مع أستاذة مارجريت وخليني أتكلم خلينا نتكلم بشكل اجتماعي يعني عايزها يبقى اجتماعي قانوني للحقيقة اللي هو مش قانون بس احنا محتاجين كمان ان هو قانوني يبقى ملزم بس في نفس الوقت يتم تنظيم ده على المستوى الاجتماعي وتتقبل شايف حضرتك ان احنا النهاردة ازاي ممكن يتحقق التوازن داخل الأسر المصرية لو لا قدر اللحص الخلاف شوي في الحقيقة زي ما حدرت تفضلت وقلت ان القانون لأحوالي الشخصية هو قانون بيدع أسس أو تنظيم للعلاقة بين الأفراد مش احنا مستقلين حال لبين الرجل ولا المرقا لكن احنا بالحاكس احنا بناحمي المجتمع لان في الحقيقة الأسرة هي نوال للمجتمع وبالتالي حماية الأسرة مش 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 ينتصر على فرض ولكن احنا بنعمل قانون متوازن لحماية الأسرة المصرية وبالتالي انا شايفة ان فيقى القانون اه مشاكل كتيرة جدا جدا بتتعرض بتتعرض لها الأسرة مش هايزة اقول للمرأة ولا الرجل لان في الحقيقة القانون في بعض المشاكل خاصة بالمرأة والخاصة بالربي وبالتالي علينا ان احنا نراعدة يعني عندنا عادة مشاكل كثيرة جدا اولها سن الزواج يعني ده دي مشكلة كبيرة جدا لازم يتحقلوا الضوابط احنا عندنا 18 سنة للولد والبن لازم يبقى في عقوبات للزواج المبكر لانه في الحقيقة كارثة الزواج المبكر كارثة لكل المقاييس عندنا بعض المشاكل في النافقة والعب اثبات النافقة على الزوجة احنا محتاجين نعالج ده بشكل كبير جدا عندنا مشاكل في الرؤية عندنا مشاكل في الاستضافة عندنا مشاكل في سن الحضانة عندنا مشاكل في حاجة اهدت اشياء كثيرة مسكن الزوجية الولاية التعليمية وبالتالي احنا علينا ان احنا نراعدة ده كله في القانون الجديد لحماية الاسرة انا يا جماعة دايما مش بتكلم على اني بناصر المرأة او بناصر الرجل يعني انا مثلا زي ما انا بقول ان اه لا الاسرة السيدة ما يبقاش عليها عبق اثبات اه مرتب الزوج وعشان تقدر تاخد نفقة لانها بتتمرمط ما بين اه شيخ الحارة وما بين مش عارفة ايه وما بين المرمطة غير عادية زي والولاية التعليمية يعني مش معقولة انا سيدة بعيل اسرة اروح ادفع المصرفات وانا ما معيش يعني انا ما معيش وانا اجيب اصالة عشان اوديها عشان اثبت ان انا دفعت المصرفات الزوج من اولاده عليه النفقة بدون اعباء بدون اعباء ادي حاجة تانية حاجة انا برضو مع الرجل في اه اه الحضانة يعني ما يبقاش رقم خمستاشر لا طبع يعني بالتأكيد ان لا الزوجة ولو حصل اي عقبات يعني مثلا تزوجت او حصل اللي قدر الله اي حاجة تعويقها عن الحضانة تبقى ام الزوجة ام الام يعني ثم ام الاب ثم الاب مش مش ما اجيبش الاب اخر يعني بعد الخالة لا طبعا ده كلام مش يعني انا احنا النهاردة لما بنبص للقانون ما بنبصروش ان احنا ننصر المرأة على الرجل او الرجل على المرأة احنا بننصر المجتمع ككل فيه الاجيال اللي طلعة زوجين ام تعقدوا على الزواج جابوا اولاد اختلفوا من حقهم ان هم يختلفوا لكن من حق اولاد ان هم يعيشوا حياة كريمة ما يجبش ان الزوج كمان لما يتجوز والشارع قال كده انه ما يخترش زوجته قلت فاجأة انها الزوجة التانية وكل حقوقها اه اه ضاعة وكل حقوق ولاده منها ضاعة ده في الحقيقة لازم القانون فعلا ينظم ده بشكل جيد الاستضافة أنا بعتبر الرؤية دي في الحقيقة مدمرة مدمرة لنفسية الطفل أني أنا أروح أشوف ابني ساعتين في نادي أو في أي منشأة عامة الأب يتأخر لظروف المواصلات الأم تتأخر لظروف في البيت فالولد ما يشوفش أبوه فيحس أنه هو منتظر أنه بلا أهمية يقعد في مكان غير لائق الشكل واحد قاعد يسجل الأب ووصل للأب ووصل للأم ووصلت الشكل غير لائق أن أنا أجي حتى مش قادر أقعد مع ابني وأحتضنه أو أكلمه أو أعمل يعني فعلا الرؤية دي أنا بحس أنها بتدمر نفسية الأطفال وهما مش حاسين الاستضافة طبعا من حق الأب حتى لصلاة الدم أنه يستضيف ابنه في الوكاية الخميش وجمعة وممكن يكون يعني نص الأسبوع يبقى يبقى معه على الأقل ياخد من صفاته على الأقل يبقى متواصل معاه قادر يحل مشاكله قادر يعرف ما يبقوش اتنين غربة عن بعض لسرة الدم لكن هل الاستضافة تبقى بلا يعني أخو الابني مثلا وسافر مش هقولك تسافر برة أنت لو سافرت داخل المحافظات أنا مش هلاقي ابني وبالتالي لازم يبقى فيه دوابط تحدد أو تضمن للأم أن ابنها هيرجع لها وأن الحياة تستمر بينهم وبين بعض بشكل سلسل فالقانون في الحقيقة محتاج أنه ينظر نظرة شاملة للأسرة أنا ما بقولش أنه هو ينصر المرأة على الرجل ولا الرجل على المرأة صحيح دكتور أحمد هو دايماً أنا السؤال اللي بسأله أنا عارفة أنه عندنا قوانين كتير وعارفة أنه عندنا قوانين بتضبط وبتعمل التزامات يعني اللي هو ممكن ما تتحدث عنه الأستاذة مارجة نانا يبقى عندي ضوابط أنا ممكن تبقى لكن طريقة التطبيق طريقة تعاطي الناس للقانون طريقة التلاعب بالقوانين خليها أتكلم اللي هو فكرة أنه محامي يشاطر شوية في يلبخ الدنيا ويضيع الدنيا ويخلي سواء للرجل أو للمرأة هل إحنا القانون اللي موجود دلوقتي لو حبينا أنه نمسكه كده ونقول لا إحنا بس محتاجين الصغرة دي محتاجين نسدها النقطة دي محتاجين أنها لا معدتش موافقة للأوضاع دلوقتي الاجتماعية والاقتصادية هل إحنا عندنا ده ولا إحنا القانون كله على بعضه يعني هو غير يعني النقطة دي تحديدا أنا عايز أفهمها أنا عدو من صوت الأستاذة حوركي جدا شكرا وإحنا هرفنا في النهاية أسرة متوازنة صحيح وبنسع لمصلحة الأسرة إحنا لسنا في الشجار والشجار لا يفيد بل سيعمك الأزمة إحنا النهاردة قدامك يرس حقا يا تفاكك مجتمعي السيدة خسرانة وراجل خسران والطفل خسران والدولة في النهاية هي اللي بتدفع التمن لما نجي نبص على الدستور الشرعة الإسلامية وكافة شرعة الدينية نظامة الزواج لأنه متعلق بالعقائد صحيح الحقوق والتزامات معروفة ولكن لعم الله قومه نضع الحق بينه يعني الآيات القرآنية واضحة اللي يبقى فيه مواده وفيه رحمة حتى بعد الانفصال والقرآن بتاعنا عبر بأبلغ الآيات وأكرم المرأة والمرأة بالنسبة لنا هي كل شيء هي مش نصف المجتمع ده هي العمود الخاصة بالبيت هي اللي بتربي وهي اللي بتكون الشخصية أنا ما أقدرش أفصل المرأة ولا أقدر أفصل الراجل يعني عشان برضو راح نكون موضوعيين ونأكد على الكلام من ده ولو بد الإعلام ما يظهرش الشجار احنا بنتكلم من وجهة نظر اجتماعية كانونية وفي النهاية عايزين نستخلص الأمور طبعا المشاكل النصوصة عرضتها احنا كنا بنعاني مناها وسأل حضرتك الجميل العيب في مين العيب في الطرفين أنا النهاردة ما أقدرش أحمل الدولة بما لا يستطع عشان يكون واضحين أنا النهاردة فشل طرفين أو فشل طرف الغلطان يتحاسب وفي النهاية خالص بندور على مصلحة الطفل الزوجة حقها معروفة ولا يجبل أي رجل أو أي إنسان أن يفتأ على حقوق الزوجة أول اللي هو ضايع حقها لأنه سيحاسب دنيويا وأخرويا ده حقوق ما فيش فيها كلام ولا جدال النافقة وجوة على الرجل شيء أساسي التزامات ومسؤولة عن الأسرة ده شيء أساسي والزوجة كذلك عليها واجبات زي الرجل بالزبط ما نقدرش نفصل ده عن ده أو نهام شجور أي منهما ويكفينا شرفا إن الجنة تحت أقدام الأمهات ده شيء كبير ومسؤولية عظيمة جدا الأب النهاردة مطحون في طحونة الحياة مين اللي قاعد مع العيال مين اللي بيزرع في نفسهم القيام هي الأم الطرف الضعيف في المسألة باختصار المرأة المرأة بس إنت تيجي برضو لو قلنا الطرف الضعيف ما رأى هتلاقي دلوقتي ناس كتير من الجارة العاديين يقولك لا ده هي الجبروت ده هي اللي بنعني أنا لا أتحدث عن النماذج الشازة أنا راجل في المحاكم وشايف الوضع قدامي وأنا لا معدى ولا معدى المهاردة بنتكلم كلامنا علم والربنا سنسأل عليه لأننا نحن في مسؤولية وطنية رئيس الجمهورية بكافة أجلس الدولة مهتمية بالمصار ده لأن في عندنا خلل اجتماعي رئيس الجمهورية عندما أتكلم في ملف زي ملف داخلي في ظل الأوضاع العالمية يبقى الموضوع خطر الموضوع مسأل صحيح فعشان يكون احنا واضحين وده من واجبات رئيس الجمهورية على سبيل المثال عندما تحدث عن الطلاق لابد اللي يكون مكتوب هل ده خالف للشريعة؟ نعم ده من حق رئيس الجمهورية في أي دولة حتى في ديننا كذلك لو تلقى النصوص لن تجدي في خدمة المجتمع يعدل منها وعندنا تاريخ شوف حد السرقة سيدنا عمر أوقف الحد صحيح احنا هنا في سنة 2020 في ظل التقدم مازالت العقول مغلقة صحيح طيب الحل ده هي مش مغلقة ده هو بيحركها كمان الغل والكره والعناد يعني خلينا نقول إن أساس المشكلة هو للراجل بصص للست إنها الأم والجنة تحت أقدامها ولا لك هو بصص إن هي الزوجة يعني زهقته في عشته زهقته في عشته أنا لا أتحدث عن نمازج الشهر وهي بصاله إن هو الراجل اللي زهقها في عشتها النمازج الشهزة النمازج الشهزة أستاذتنا عشان يمكننا وضعنا نتكلم عن النمازج قال المعتدلة اللي هي الأم كما ينبغي والأب كما ينبغي أنا لا أستطيع أن أبنك عادة قانونية على القواعد الشهزة أو الحالات السباقية النهاردة عشان نتكلم في التعديلات باختصار بسيط فيه مشروع قانون قدم من مجلس الوزراء حيانا هذا المشروع فيه مواد محترمة زي إيه يا دكتور؟ يعني على سبيل المثال للصدافة الرؤية أنا أمضم صوتي لصوت الأستاذة الرؤية دي مهينة جدا للصدافة المشروع القانون الصدر من مجلس الوزراء هوت حضرتك نزم هذا الأمر بقى عندنا للصدافة من 8 ساعات حد قدنا إلى 12 ساعة يومين في الأسبوع ممكن تعملي مبيت للطفل فيه الصدافة الإلكترونية تقدمها هيبقى في مركز ده وفكة للمشروع أب مسافر ما يحرمش ولا الابن يحرم من أبوه فبالتالي بقى فيه الإلكترونية طب الضوابط المرأة اللي بتتعنت ده أمر القانون لو ده اللي هو يواجهها أنا باقترح يفرض عليها غرامات تعويد والمحاكم حاكمت بتعويد في صوابق قضائية عن المرأة اللي تمتنعت عن الرؤية اللي يلحق الزوج ده أول نقطة تاني نقطة خلعها من الترتيب بتاعها يدي اللي بعدها في الترتيب معي حضرتك طيب المسافر دي كلها لا تجدي لما سلحت الطفل برضو نبحث نضعف من العقوبة إنما ما وصلش الحبس لأن الحبس فيه خطر على الطفل ده أمر مانهي قانون الجنائي في قضيك الحدود نستخدمه في الأسرة زي النافعة لو احنا اتكلمنا على مصلحة الأسرة هنقدر نقول ما فيش نفقة ما فيش عقوبة جنائية والمفترض ما بقاش في عقوبة جنائية لكن الكل هتعرف طبعا فالواقع يكتدي اللي أنا يبقى فيه عقوبة جنائية زي المشألة ما حطتك بالنسبة للزواج اللي تجوز زوجة تانية طب بس أنا عايزة بس أعلق تعليق صغير حدثك اتكلمت على تعانيق الزوجة ما تكلمتش على حقوقها في أنها تضمن أن ابنها يرجع لها ما ما لسه ما تكلمتش لأ حدثك قلبت على حاجة تانية طب لأ أنا عايزة النقطة دي طب خلونا بقى في النقطة دي تحيزة لما حريك استوقفت أنا كنت بستنية دكتور أحمد يخلط لكن هي فكرة زي ما دكتور أحمد قال هي ممكن أنها بتمنعه مثلا علشان هو ما بيصرفش يعني خلي يعني أنت قصص لحقوقك أن أنت تشوف ابنك بس أنت ما بتصرفش عليه فدي برضه ده حقق قانوني تعمل إيه بقى ده حقق قانوني طبعا حقق قانوني إن هو يصرف طب لما دفعش نفقة خلاص لو هو ما دفعش نفقة من ضمن العقوبات إنه ما يستضيفش ابنه وما يشوفهش لأنه هو ما مشوفش عليه هو ما بيقديش واجباته فهو بالحق بالتالي ملوش أنا عرف إن القضايا دي بتبقى منفصلة يعني قضية النفقة غير قضية في اللؤية نقترح حضرتك اللي إحنا اللي أنا بيقترحه حضرتك عشان برضه يفيد الأسرة فيه حاجة اسمها دعوة مجمعة النهاردة حضرتك في عندنا الخبير نفسه واجتماعي وصفتهم إيه المفترض يحدده المرض والعضال اللي في الأسرة دراسة وقعية مش مجرد روتين أوراق من ملاحة ده يبقى جوة المحكمة مه موجود تمام بس يقدروا دوره إزاي لازم نسكفهم ونعلمهم لما يدى التكرير صح القضي مش مجرد قلب يطبق كو لا لازم ندى برحل القضي مش مجرد ليه قلب يطبق رسو كانون لا فين مصلحة الطفل أي شيء يتعرض مع مصلحة الطفل حتى لو نصي قانوني المفترض القضي أمر مانهي مه مصلحة الطفل فين القضي دور عليها مه وبناء عليه فيه عندنا السئناف مه لو القضي أخطأ في أول درجة عندنا تاني درجة مه فبالنسبة للرؤية الزوج لنهار دا لو ما دفعش النافقة أو ما دفعش واجباته لازم تلح خلاص أمر المنتهي دا حقها ليه تمنع صحيح طب الاصطدافة حضرتك والنبيت دا شيء أساسي لابد للطفل ينمو في وسط يعني يبقى فيه توازن عشان يبقى أثر على النفسية فيما بعد أنه ما يبقى طبيب أو يبقى مهندس أو يبقى مسؤول دا ستؤثر عليه احنا شفنا الجرائم اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت دي في مجتمعنا تنزل بكارسة طباء أطباء مهندسين وده كثيرا مجتمعين في أبشع الجرائم طب أستاذة مرجلت عشان يمكن يعني أنا وقت يقرب بيخلص بس أنا أو خلص طيب أنا هاخد بس السؤال الأخير هي فكرة أن أنا أجمع الدعاوة يعني أنا بلاقي أن الستة تروح ترفع قضية نفع وأن تروح الراجل يرفع قضية رؤية وبعدين هي نفس الحالة يعني هي الزوج والزوجة والأبناء فكرة تجميع دا كله أننا من يعني اللي قال عليها دكتور أح أننا ننظر للموضوع كله على بعض اللي هي تبقى قضية واحدة لنشتت الراجل ولا نشتت الستة يعني أنا أعتقد أنه لما يحدث خلاف ولجأنا إلى القضاء يبقى القضاء يحسم كل الطلبات الموجودة داخل سواء الرؤية سواء النفع سواء وأنا كان عندي اقتراح وإحنا في مجلس النواب أن يبقى في الحقيقة أنا كنت عايزة أتلاشد كله أخيف الضغطة على المحاكم يبقى عقد الزواج في كل حالة يعني عقد الزواج ما هو العقد الشريعة المتعقدين وبالتالي حينما عقد الزواج ليه الأسرة ما سيتقولك ده فال وحش وقالك ده كمان يا جماعة مش فال وحش ده أنا بضمن للطرافين حقهم فأنا كم أنا بكتب محادة وبكتب محادة بزبت كده بس أنا قد يجوز أن أكون في عقد الزواج أكتب النفع دي فكرة كويسة أكتب موجودة في مشاكل موجودة ديت والخطبة كمان آه لأنني قدمناها في الحقيقة في الحقيقة قدمناها في مجلس النواب في الدورة السابقة إن عقد الزواج يبقى متضمن كل ما يحدث من خلاف المسكن يقول مين في حالة الحضانة أو عدم الحضانة النفقة تبقى في حدود كذا من الدخل الأساسي يعني أحل كل هذه لو في زواج تاني يحدث كل ده ممكن أحطه في عقد لأن العقد شريحة للمتعقبين أنا الحقيقة وبالتالي أنا أعفي نفسي من كل مراحل التعقب وتبقى دي اتفاق والله دمنا إحنا متفقين في حالة الخلاف هنعمل كذا في المشروع قبل مجلس الوزر المادة عشرين تكلم عن وثقة الزواج وشهارة الإطلاق التلاق فالوثقة دي سيثبت فيها بس مسكن الزوجية وكل أمور دي كلها أمور حقوق موجودة ومعروفة لكن النهاردة أنا مليجي نتكلم على ما تتحددي نفع معينة في ظل تدخم وارتفاع الأسعار وكل سنة تختلف لأ أنا أقول نسبة من الدخل نسبة من الدخل يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة صح المسكن موجود وكل حاجة لكن أنا برضو بقول لحقوق شريعة المتعقبين زي ما بقول لحضرتك زي ما حضرتك بالزبط كده لما يعني طبعا ده حاجة مش بقول زي يعني أنا بقول مثال زي مثلا لما بقول مثلا يعني الستة تقدر تطلق نفسها أو يعني أو تبقى عليها حق الطلاق إنها تطلق جوزها ما هي ده أنا بشترته في العقل لا هو فكري كمان إحنا لما بيجي إحنا بيجي ده من الشركة بنبقى منبص وندقق قوي بصير جدا بحقوق كل واحد محكمة النقضة حضرتك عشان برضو في قطار السياغة واللجنة اللي كونات دي من أمهر المشهرين المختصين بالأسرة وانا متفائل جدا المرادة متفائل جدا لأن الموضوع الرئيسة دخل فيه في عندنا رئيس محكمة السينافة أنت كل اللي عاملين في مجال الأسرة بكفاءات حتى قضيات سيؤثر على التشريع في عندنا حضرتك في ملحكة الزواج ده حضرتك هيأخذ عليها السيغة التنفيذية يعني مش هتلجأ المحكمة لو أنت تفاقل كويس جدا فيه بقى شيء إحنا بس علشان يا ذي كان مفتلح على فكرة في المجلس النواب الصابق إن عخل الزواج وكانت عندكوا هنا في صد البلد هتغفل الباب الحقيقة بالنسبة لحضرتك أدايا الزنا المهمة أدايا الزنا لابد اللي هي تبقى في أدايا الأسرة في قرن الأسرة ولابد اللي احنا نعيد النظر يا أستاذة في العقومة بينه رجل والمرأة نسوي ما بينه لأنه صورة حقيقية حضرتك اللي احنا النهاردة نعمل تشغيل متوازي بهدوء وروية والإعلام اللي هو يجيب عالم بهدوء ونقش الأمور مصرع صحيح عشان نقدر نوصل رسالة للناس فعلا جريمت الزنا على فكرة فيها مخلفة دستورية جدا وانا قدمت قانون برضو في مجلس النواب عن قضية الزنا هي فرصة الحقيقة أنا شايفة فرصة القاملين والأو الحقيقة أنا وقتي خلص طبعا موضوع كبير بس احنا هيبقى لنا لقاءات تانية كثير أكيد الأستاذة مارجريت عازر عضو المجلس القومي للمرأة بشكر حضرتك جدا شرفتين ونورتين الدكتور أحمد القرباني أستاذ القانون الجناية وعضو الجماعة المصرية لحصاء والتشريح شرفتين ونورتين يا فندم حقيقة احنا زي ما احنا محتاجين لقوانين بس محتاجين تاني ان احنا نبص لنفسنا شوية يبقى فيه رحمة يعني نرحم بعض لأن الحقيقة أساس الخلافات أفضل بتبقى ما فيهاش رحمة وإن حصلت مفترض ان احنا نبقى يعني حتى لو مش خايفين علينا كطرفين المفروض ان احنا نخاف على أولادنا اللي احنا يعني ما بيبقاش حيلة الأسرة المصرية وما عندهمش أغلى منهم خلونا نجنب مشاعر العند والغضب والكر كل أي حد يعني محتمل انه يختلف لكن في النهاية فيه أبناء وفيه أسرة لازم انها تستمر علشان تقدر تأدي رسالتها حتى وإن حدث هذا الاختلاف أعتقد ان لو المبدأ ده حصل لما هنيجي بقى انطبق القوانين هنلاقينا الأمور أهدى بكتير لأن ما فيش قانون هينفع من غير ما تبقى الحالة المجتمعية والاجتماعية نفسها ما بين الناس كمان هم متقبلين ان هم يعملوا ده ومش محتاجين ان احنا نلجأ للمحكم أنا بشكر حضراتكم جدا بكده بيكون انتهت فقرتنا إن شاء الله أشوفكم بكرة على خير لكم مني بتحية ومن قصر برنامج صباح البلد بيا صباح الفل صباح استعادة على كل مشاهدين في كل مكان أهلا بحضراتكم فقرة جديدة من صباح البلد عنوان فقرتنا النهاردة الأمل في علاج انعدام الحيوانات المنوية النهاردة هنتكلم على علاج الحيوانات المنوية والأمل في العلاج بتاع المشكلة دي في دراسات كتيرة اتنشرت في مجلات عالمية أشهرها مجلة فرتاليتي استراليتي إن انعدام الحيوانات المنوية بقى منتشر جدا وإن 1% من الزكور بعد الزواج بيكتشفوا إن عندهم انعدام في الحيوانات المنوية وإن 10% من المرضى اللي عندهم تأخر الإنجاب لما بيعمل تحليل السائل المنوي بيكتشف إن مشكلته هي انعدام تام في الحيوانات المنوية النهاردة هنتكلم على الموضوع ده باستفادة وكمان هيكون أكيد معنا حلول للمشكلة دي مع القيمة والقامة العلمية الكبيرة اللي مشرفنا النهاردة الأستاذ الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الزكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة زميل يونيفرستي كالج بلندن بإنجلترا وزميل كلية الجراحين الملكية بجلاسكو بإنجلترا وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية وعضو الجمعية الدولية لجراحات إصلاح مجرى البول دكتور خالد صباح الفل على حضرتك أهلا بحيك نورنا النهاردة صباح الفل أهلا بحيك نورنا النهاردة نهاردة يا دكتور هنبدأ بمشكلة وأكيد المشكلة دي يكون لها معنا حل وهو الأمل الأمل في علاج حالات انعدام الحيوانات المنوية خلينا يا دكتور في البداية نعرف يعني إيه انعدام الحيوانات المنوية ويمكن المشكلة دي للأسف ما بنعرفهاش أو الثقافة السيدة عندنا أن ما تتعرفش غير بعد الزواج طبعا بعد ما بيتم مشاكل كتير والصبر على فترات طويلة بيحاولوا فيها أن يحصل حدوث حمل طبيعي خلينا في الأول نعرف يعني إيه انعدام الحيوانات المنوية تمام يعني من دواعي سروري أن أنا مع حضرتك النهاردة وفي برنامج جميل زي صباح البلد لو بيدي دايما بارقة أمل للناس وبيوصل لهم يعني رسالة أن دايما فيه أمل ودايما فيه علاج وأن احنا لازم ناخد بالأسباب شرفينا ده الله يخلي حضرتك انعدام الحيوانات المنوية تعريفه أن ما فيهش حيوانات منوية نهائيا في تحليل السائل المنوي فيه تحليلين على الأقل أنا بقول كده ليه لأن فيه ناس كتيرة بتعمل تحليل واحد فقط وتلاقي ما فيهش حيوانات منوية وتعتمد عليه في التشخيص والعلاج وده خطأ كبير لازم تحليلين على الأقل ويكون التحليلين بيأكدوا أن ما فيهش حيوانات منوية خالص في السائل المنوي يبقى أنا كده وصلت لتشخيص الحالة أن عندها نعدام في الحيوانات المنوية وأبدأ بعد كده أفكر في بقية التشخيص والعلاج تمام تحليلين يا دكتور تحليلين نفس التحليل يعني مش تحليلين نوعين مختلفين هو نفس التحليل بيتعاد مرتين على فترات متبعدة بالذات لأنه ممكن يبقى فيه مشكلة في العينة العينة ما جاتش بطريقة كويسة أو فيه مشكلة في المعمل أو فيه أي مشكلة خلت الانتربريتيشن أو تقييم العينة ديت مش مظبوط صحيح وده حصل كتير يعني كتير مرة جالي مريض كان مخضوط جدا جدا عمل تحليل سائل المنوي لقاه صفر ولما كشفت عليه لقيته أمور كويسة جدا خصي حجمها كويس قلت له غالبا وكمية التحليل كانت قليلة قلت له غالبا دي مشكلة في العينة بتاعت حضرتك فمعليش عدلنا لتحليل تاني وعاد التحليل وطلع طبيعي فلازم تحليلين على الأقل يؤكدوا إن ما فيش حيوانات منوية خالص في السائل المنوي تمام يمكن يا دكتور مشكلة إن عدم الحيوانات المنوية ما بتكتشفش عادة بادري يعني عادة بتكتشف بعد الزواج بعد ما بيكون خلاص في حياة في أسرة هنا بنكتشف المشكلة دي ومن هنا بقى بتحصل المشاكل اللي بعد كده حجم المشكلة دي يا دكتور قدقي هل هي فعلا مشكلة كبيرة جدا ما لهاش حلول النهاردة هل هي مشكلة بسيطة وفيها أمل زي ما احنا قلنا وحلولها سهلة وسريعة النهاردة حجم المشكلة دي بيوصل لإيه هو دايما أهمية المشكلة بتيجي من حجمها اللي بنسميها الماجنتيود لما تبقى المشكلة لها حجم كبير تبقى المشكلة دي مهمة ولازم نسلط عليها الضوء يمكن أنا هاخد من كلام حضرتك في الإنترو إن المشكلة دي بقت منتشرة جدا كان احنا عملنا دراسة عملنا دراسة لما كنت في إنجلترا عملت دراسة على حالات انعدام الحيوانات المنوية انتشارها قد إيه وإيه طريقة الأمثل في علاجها وفرص النجاح قد إيه يمكن الدراسة دي ممكن نعرضها على الشاشة دي الدراسة اللي احنا عملناها نشرناها في الهومان فرتلتي وديت يعني من الجورنالز المرموقة جدا في أمراض الزكورة كانت بتتكلم على معدلات حدوث انعدام الحيوانات المنوية وإزاي تتعالج وإيه فرص النجاح وإيه فرص الحقن المجهري بعد كده تمام في عشرة في المية من المرضى اللي عندهم تأخر إنجاب لما بيعملوا تحليل السائل المنوي بيكتشف إن مشكلته انعدام في الحيوانات المنوية تمام فطبعا مشكلة انعدام الحيوانات المنوية منتشرة جدا وهي في ازدياد دلوقتي يعني كان زمان نادرا نادرا لما يجي لنا مريض تحليله صفر دلوقتي يمكن نص العيادة أو أكتر مرضى معهم تحليل ما فيهاش حيوانات منوية السبب إيه دكتور هل هي أسباب برصية هل هي أسباب يعني مكتسبة هل هي حاجات عادات خطأ الرجل بيعملها الموضوع عادات قوي ولكن لسبب أو لآخر الموضوع زاد فيه ثيوريس كتيرة وفرضيات كتيرة بتقول لين العدام الحيوانات المنوية زاد دلوقتي ممكن التعرض بقى لملوسات التعرض لمشكلات بقت موجودة في اللايف ستايل بتاعنا دلوقتي الأكل مثلا الغير صحي بيأثر على المشكلات بالضبط ممكن كل الحاجات دي تأثر زائد العمل الأكبر من وجهة نظري إن الثقافة اللي زادت يعني كان زمان ممكن يتجوزوا بقى لهم عشرين سنة ما خلفوش ويعيشوا ويموتوا ما أعرفش كانت المشكلة عند الرجل ما أعرفش خالص دلوقتي بعد شهر ولا شهرين تلاقي الناس جاية تكشف أنا متجوز بقى لي شهرين وما خلفت طبعا شهرين دي مدة صغيرة جدا ولكن الثقافة الطبية بدأت تزيد وحرص الناس على السعي للميديكال أدفايز زاد فبدأنا نكتشف فده اللي خلى المعدلات تزيد دلوقتي سبب كمان يا دكتور من أسباب زيادة الثقافة دي في الفترة الحالية ومن فترة طبعا وجود حضراتكم لما تطلعوا دايما معنا في البرامج التثقفية نتكلم أكتر نعرف الناس المعلومات الغلط نعرف الناس الصح دي حاجة زادت جدا من وعي الناس وخلت فعلا الشباب عندهم القدرة كمان على مواجهة المشاكل يعني يمكن زمان ممكن برضو كان أكتر لما حد يبقى عنده مشكلة ما بيواجهش أوي لكن دلوقتي بقت الثقافة المتغيرة بقت الشاب بيواجه بيروح علشان يتعالج علشان طبعا حياة أفضل يعني بالذات لأن برضو الأمل يمكن عنوان الفقرة الأمل في علاج الإعدام الحيانات المالية كان زمان الناس شايفة ان الموضوع ده ما فيش فيه أمل يعني مثلا من عشر سنين من خمستاشر سنة لما كان المريض بيجي بتحليل صفر حضرتك روح قعد في البيت ملكش حل بالوقتي لأ فيه فرص كتيرة جدا في العلاج وفيه نسبة كبيرة جدا من المرضى دول بربنا بيجعل بأولاد عن طريق العلاج اللي حنتكلم عليه بقى في الأسلال طيب لو اتكلمنا يا دكتور عن انعدام الحيوانات المنوية احنا قلنا خلاص أسبابها الأنواع هل لها أنواع ولا هل كلها حالات واحدة كلها حالات متشابهة بتتم بعلاج واحد بتكنيك واحد لا طبعا ليها أنواع والزهاب للمختص هو اللي بيخليني أشخص أنا أنهو نوع فيهم وإيه سبب مشكلتي وإيه أفضل طريقة للعلاج فيه نوعين كبار النوع الأولاني اسمه non-obstructive azospermia يعني انعدام الحيوانات المنوية بسبب ضعف نسيج الخصي تمام يعني المصنع ذات نفسه ضعيف النوع الثاني اسمه obstructive azospermia اللي هو انعدام الحيوانات المنوية نتيجة انسداد في قنوات المنوية يبقى النوع الأولاني نتيجة ضعف في نسيج الخصية وده بيمثل حوالي 70% من الحالات هو الشق الأكبر والنوع الثاني نتيجة الانسداد وده بيمثل حوالي 30% وده شق أقل شوية ضعف نسيج الخصية ليه أسباب كتيرة زي الخلل الهرموني زي الدوالي لو كبيرة وبقالها مدة طويلة زي الخلل الجيني أو مرض كلاين فيلتر زي الالتهابات زي الخصية المعلقة أي حاجة تأثر على نسيج الخصية ممكن تخلي تصنيع الحيوانات المنوية يضعف جدا لدرجة ان ما يبقاش في حيوانات منوية خالص في الناحية التانية الانسداد اللي هو 30% من الحالات برضو ليه أسباب كتيرة فيه أسباب خلقية فيه ناس مولودة من غير حبل منوي يعني الخصية سليمة تماما ولكن الوعاء الناقل اللي بينقل الحيوانات المنوية مش موجود فيه حالات بيبقى فيها انسداد في قناة القصف فيه حالات عملت جراحات قبل كده بشكل مش مظبوط وتم ربط الحبل المنوي على الناحيتين ففيه أسباب كتيرة قد تؤدي إلى الانسداد إن أنا أميز حالتي إذا كانت ضعف في نسيج الخصية ولا انسداد في القناة المنمية ده مهم جدا 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 في رحلة العلاج بقى هنا بقى دكتور جينا عند الحتة الأهم في رحلة العلاج زي ما حايت بتقوله هي التشخيص هنا بقى نعمل إيه تم تشخيص الحالة إزاي المريض أو اللي حس إنه هو عنده عرض أو اللي هو عرف بالفعل مشكلته هي انعدام الحيوانات المنوية يبدأ يعمل إيه عشان يمشي في طريق صح فيه طرق كتير بنمشي فيها بتضيع وقت كتير فلوس كتير فرص كتير من إن يحصل حملة طبيعي أو تحصل حل المشكلة دي نمشي بقى إزاي طريق صح؟ هي دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها للناس أنا السيناريو اللي بيحصل إيه؟ اتنين بيتجاوزوا والحملة ما بيحصلش أول شهر واثنين وتلاتة وبعد كده بنروح لدكتور النسل دي الثقافة السيدة أول حاجة طبعا أول حاجة أول باب هو دكتور النسل صحيح الدكتور النسل مفروض إن هو يطلب تحليل سائل المنوي ده رقم واحد لو تحليل سائل المنوي فيه مشكلة أرفير الراجل لدكتور الزكورة لو تحليل السائل المنوي كويس أبدأ أشوف الست اللي بيحصل إيه بقى؟ أنا ما بطلبش حاجة من الراجل والست تعمل أشاعات وتحاليل وأشعة بالسبغة ومنظار بطن وحاجات مرهقة جدا وحاجات طويلة جدا وتاخد فلوس وقت ومجهود وبعد ده كله اكتشف إن تحليل راجل صفر فحرام علينا طبع هي كانت سليمة كان مفروض ما تعملش أي حاجة خالص كان المفروض إن أنا أوفر الوقت والفلوس والمجهود ويمكن الوقت أهم حاجة فيه ناس قاعدت تتعالج بالعشر سنين وبعدين اكتشفوا إن المشكلة في الراجل طيب بعد ما الراجل اتعالج الست بقت عندها 40 سنة الفرص خلاص وفرصتها ضاعت يروح يتجاوز واحدة تانية ويبقى أنا كده ظلمت وهو السبب أساسا يعني اللي صبرت علي كل المدة دي صحيح فرقم واحد تحليل سائل المنوي لو تحليل سائل المنوي فيه مشكلة ما عدش أتعالج مع دكتور النسا أنا جالي مريض كذا مرة قاعد يتعالج مع دكتور النسا عشر سنين يروح العيادة يقعد الستات كلها قاعدة هو قاعد في النصط يعني هو إزاي مقتنع أساسا انت مش ملاحظ ان فيه حاجة غريبة ان كل قاعدين ستات وانت الوحيد اللي قاعد الراجل يتعالج عنده دكتور الزكورة والست تعالج عند دكتور النسا طب بنشخصه ازاي برضو زي ما تعودنا التشخيص لازم يبقى سيستماتيك التقييم الإكلينيكي والفحوصات الراجل بيجي بناخد منه تاريخ مرضي هل اتعرضت للتهابات وانت صغير كان عندك مشكلة وانت صغير زي الخصية المعلقة جايه ورم في الخصية لقدر الله اخدنا علاج كماوي علاج اشعاعي نحاول نوصل لسبب مشكلته طيب بعد كده بنفحص المريض بنشوف الحبل المنوي اخباره ايه هل فين عدم تخليق للحبل المنوي ولا لا فين انسداد او فيه بنلاقي الحبل المنوي كده بيدد عمل فيه كده فيه مشاكل او الخصية حجمها عمل ازاي حجمها طبيعي ولا حجمها صغير كل الحاجات دي بتخلينا نشخص وتخلينا نعرف ده انسداد ولا ضعف في نسيج الخصية بعد كده بنطلب الفحصات الفحصات فيه حاجات كتيرة ولكن اشهرها تحليل السائل المنوي في مرتين على الاقل تحليل الهرمونات الهرمونات في الاغلب بتخلينا نفرق بتبقى طبيعية في حالات الانسداد وفي الاغلب هرمون الFSH بيبقى عالي جدا في حالات ضعف نسيج الخصية وبنعمل اشعات اشعة على الخصية وممكن اشعة من الشرج عشان نشوف فيه انسداد ولا لا دي الحاجات اللي غالبا بنطلبها ممكن نطلب حاجات اكتر من كده اقل من كده على حسب الحالة ولكن في نهاية المطاف بعد ما نعمل ده كله الصورة بتبدأ تتضح البريد ده عنده انسداد ولا عنده ضعف في نسيج الخصية سبب المشكلة ايه المفروض يتعالج ازاي تمام لما نعرف اكيد السبب مزبوط هنمشي في طريق العلاج المزبوط المختصر اللي ممكن يكون يعني في مدة بسيطة جدا بالزبط ويتم العلاج نهائي بالزبط يمكن ده السؤال الاساسي بتاع فقرة النهار هل انا لو اكتشفت ان عندي انعدام في الحيوانات المنوية اعود في البيت لا حضرتك هتسعى للعلاج لان عندك فرص كبيرة جدا 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 للعلاج اولا حالات الانسداد حالات الانسداد اكتر من 99% من مرضى الانسداد بنعرف لان الخصية سليمة ولكن في انسداد في الحبل المنوي فالمصنع نفسه سليم ممكن استخرج حيوانات منوية من البربخ او من الخصية واعمل بيه حقن مجهري فرصة نجاح الاستخراج ده 99% فحرام علي يبقى مريض عنده فرصة فوق 95% او 99% وقول له اعود في البيت ده رقم واحد رقم اتنين نيجي للكاتيجوري التاني اللي هو ضعف نسيج الخصية في اكتر من 50% من مرضى ضعف نسيج الخصية ممكن نستخرج منهم حيوانات منوية عن طريق المسح الميكريسكوبي عن طريق المسح الميكريسكوبي يمكن كان فيه صورة ممكن نعرضها تبين لنا المسح الميكريسكوبي بيتعامل ازاي وايه هي فرص النجاح في المسح الميكريسكوبي دي تلصورة اللي معروضة ده شكل الخصية وشكل الانبيب المنوية الانبيب المنوية اللي في النص اللي ممسوكة بالفورسابس دي دي شكل الانبيب المنوية السليمة واللي موجودة على الاطراف دي شكل الانبيب المنوية الضعيفة المسح الميكريسكوبي ده انا بفتح الخصية وبدور جواها على بقرة منوية فيها حيوانات منوية سليمة ابدأ اخدها واستخرجها وجمدها وعمل بها بعد كده حقن مجهد. يمكن فيه فيديو بيبين كمان بالتفصيل طريقة المسح الميكروسكوبي الفيديو ده يعني احنا كده بنفتح الخاصية وبنبدأ ندور جواها بالميكروسكوب الجراحي الميكروسكوب الجراحي ده بيكبر جدا زي ما احنا شايفين على الشاشة بيكبر جدا 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 الانسجة اكتر من عشرين ضعف يعني السنطي يبقى ربع متر بنشوف البقرة المنوية بنطلعها بنبص عليها بالميكروسكوب في معمل الاجنة اللي جنبنا دي الشكل العينة اللي فيه حيوانات منوية دي شكل العينة اللي ما فيهاش حيوانات منوية بعد كده بنبدأ نعمل بروسسنج لي العينة دي تنستخرج الحيوانات المنوية ونعمل بيها حقن مجهري كده قفلنا الجرح اللي تعمل بشكل برضو دقيق وده اللي بيميز العينة الميكروسكوبية عن العينة العشوائية العينة العشوائية بناخدها كده عمياني من غير ما نطلع البقرة المنوية ممكن ناخد جزء كبير من نسيج الخصية وده بيبقى ليه اضرار كبيرة قوي ليه الخصية هنا الشكل الفيديو ده الصورة دي بتبين الحقن المجهري ازاي انا بحقن الحيوان المنوي جوه البويضة مهما كان الحيوان المنوي ضعيف ما بيتحركش كويس انا خلاص انا انتقيت افضل الموجود وحقنته جوه البويضة بشكل مباشر عشان يتكون جنين بعد كده ننقل اجنة ففرص الامل وفرص العلاج فوق ال95% في حالات الانسداد فوق ال50% في حالات ضعف نسيج الخصية اللي عايز اقوله حضرتك ان حتى ال50% اللي ما بنلاقيش فيهم حيوانات منوية هو برضو بيبقى استفاد بيبقى استفاد ان هو خد بالاسباب وان هو ارتاح نفسيا انا خدت بالاسباب وعرفت ان الخصية بتاعتي مش شغالة فانا كده بقى مرتاح نفسيا ما عطش طول العمر احس ان انا كان عندي فرصة وانا فوتها على نفسي طبعا يا دكتور يعني معلومات قيمة جدا من حضرتك بشكر جدا وجودك معنا النهاردة شرفتنا ونورتنا الاستاذ الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الزكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للزكورة زميل يونيفارستي كالج بلندن بانجلترا زميل كلية الجراحين الملكية بجلاسكو بانجلترا عضو الجماعية الاوروبية لجراحة المسالك البولية وعضو الجماعية الدولية لجراحات اصلاح مجرى البول خلس فاكرتنا استنونا وفاكرات مختلفة من صباح البلد اشتركوا في القناة